السلام عليكم ورحمة الله يا شباب الشباب الذي بالمظاهرات الآن القصاص القصاص ما نشتيش قصاص الآن أنا مشش أعدموهم الآن مشش يمسكوهم الآن يعني يلمسوهم أو يعدموهم أو يفعلوهم أي حاجة مشش دا الخبر أنا بوجه ماتيكم أشتي إظهار أيش الذي بالتحقيقات أيش سبب مقتل عبدالله الأغبري ليش قتلوه أنتم بتدوروا الحاجة الغلط أنافدوا ماتيكم كونوا فهموا لا جيش تقول لي قصاص قبل ما تطلع لي تطلع لي أيش الأسباب ما القصاص با يعدموهم والله با يعدموهم بسرعة عشان يسكت الشارع أنا مشش يسكت الشارع مش هتفهموش والله ذا الحين الاعتلافات الهزيرة الذي عادي ظهرت اليوم أنافدوا أماتكم ركزوا 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 يا شباب ركزوا يا شباب خاصة لمتواجدين في صنع لا تقولوا ليش قصاص قصاص اقتلوهم علقوهم شنقوهم الذي بيقول لك ذا الكلام غلطان خزنت اليوم لا رأس دا الخبر لا أخزنش ما تقولوا ش قصاص أنا بوجه ماتكم أبوس رؤوسكم على وقت ما بش قصاص ما شتيش قصاص أشتي إظهار المعلومات ليش الأخ عبدالله الأغبري قتل ليش عذبوه شوف شوفوا الآن اليوم التسريب حق اليوم أول حاجة شكري لهذا الإنسان الضابط أو المسؤول أو أي كان الذي هو بوزارة الداخل الذي يجلس بيسرب لنا على شوي شوية شكري الكامل له والله الذي لا إله إلا هو أقسم بالله لو كانت حياته معرضة للخطر لا أقوم له بحملة نخرجه من داخل اليمن أقسم بعزة جلال لله ما أوقف لو كان هذا الإنسان وتمنى من الله أن نتعرف عليه لكن بأقول لكم شباب يا شباب يا شباب العاطفة أنك تقول له قصاص قصاص مو من قصاص قصوا رازك عاود بالله مش تريم لله يحفظكم إن شاء الله مو من قصاص قصاص أي شي أقول لكم في خبايا ما بتحقق شوف ما تقول ليش عندي أمل بالمليشيات الحوثية أنا بينا قل لك الضغط الشعبي هو الذي بيخرج على الأقل على الأقل على الأقل يطرحوا كبش كبش فدأ ضحايا لذل القضية ما بخليش عبد الله يروح الله يرحمه عبد الروس ذولة الحميرة الذي قتلوه ذولة بقر على فكرة الرغبية وفي عندنا مثلا بعض الناس الذي يكلموني بالقاس يقول لك عندهم تحليلين منهم صوروا وهم دارين الكيمرة فوق بس عشان يرسلوها لرب عملهم تعلم ما معنى رب عملهم يعني يثبث له أنه صدق عذبوا الرجال عشان يخرجوا من الإثرافات أنه ما خرجش الأسامي افهم 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 وفي حاجة ثانية يقول لك أنه ربك عماهم هي واحدة من الثنتين ولكن مش تش قصات سريع لا تقولوا ش قصات سريع أبغى أنا يا عمراني يا شباب يا ناس أشتيهم يدسوا داخل أول حاجة يخرجوا لنا المعلومات ليش قتل عبد الله ليش عذب هذا التعذيب لمدة ست ساعات ست ساعات أقسم بعزة جلال الله قلت لكم الذي شفتوها اليوم صفحة عبد الله المزمري الذي يكلمني بقزة عفوا رسلي بالخاص حاجات صعب صعب الكلام صعب صعب أقسم بالله صعب علشان كده بيناقول لكم الصبر التريث المفروض تطالبوا من وراؤهم ما هم شهم من ذل السبعة ولا الستة الذي كانوا يعدبوه مش هم هم ليش لا نرفس بنفس الموضوع مش هم هم أيوه هم عذبوه أيوه هم ضربوه أيوه هم قتلوه بس مش هم المسبب الرئيسي في أشياء في أشياء كثير وراء الأكامة ما وراءها لا ديش طالب لي أشوفها على فكرة هل الجماعة مزنعها هدي يضحوا يا رجل قد ضحوا بشباب جهال جهال ودوهم للجبهات جهال أطفال مع بيضحوش بذولة ستة ولا السبعة ولا احت عشرة أيش هم عندهم هم ورقام القتل عندهم أرقام وجاء يطرح لي صورة وفعل لي مدري أيش ورود الرجل مقتول معايش فيده الورود طالبوا أيش وراءهم من وراءهم أنافدوا أماتكم ركزوا على الموضوع وراءهم مسؤولين وراءهم ناس متنفذين وراءهم يمكن تجار وراءهم ناس كبار وراءهم دي وراءهم الله يهديكم أناش مولانا ما أناش مطوع ما حبش حتى الإصلاحيين جدني علينا والمهم ركزوا على الموضوع هو كبر من الذي انتم تتخيلوه أكبر من الذي انتم تتخيلوه بكثير جدا 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 علشان كده المطالبات حقنا نافدوا أماتكم أبوس دماغاتكم على دماغ دماغ ما نش عفاشي ولا أنا والله ما نش بتحزب لأي إنسان وعلى فكرة بي نضحك على الذي يقول لك أشقال واحد قال لا أنتم المرتزقة أيوة مرتزقة مرتزقة من جدتك لا أنا حزبي ولا عمري تحزبت ولا عمري بتحزب ولا عمري ناوي تحزب لكن أنا 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 أقول لكل إنسان الحقيقي تتبع أي حزب المهم لا تخدموا مناش عن الموضوع ولكن أنا مش حزبي ولا أنا منتبين أي جهة انتمائي لهذا الإنسان هذا الإنسان قتل غدر قتل بدلة أنتم ما شفتشون الفيديو الأخير الفيديو الأخير كانوا بيحقوه حللوها السروال عشان يخرجوا الأوراق الذي داخل جيبه ويخرجوا للإسم التلفون حقه يفتشوه كونوا فهموا فهموا الأمور ما هيش بسيطة الكلام الذي بتتوقعوه انتم لا تطالبوا ليش بالعدام مشش عدم دولي من وراءهم دولي كباراتهم دولي رؤساءهم الحاجة الثانية يا شباب الله يرحم والديكم أنا أكرر الآن للناس المهندسين الذي عندهم خبرها بالكمبيوترات هذا طلب أرجوكم 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 تنزلوا لي أول حاجة رسل لي حتى على الخاص أنا شنشره هنا ولا رسلها بصفحتك ولا شنشره صفحتك رسل لي كيفية فرمتة كل تلفون الآيفون الخطوات كتابية لأنه في ناس كثير ما بيشوفوش الفيديوهات ما يقدروا شوفوا الفيديوهات فرمتة التلفونات الآيفون الأندرويد وأنا بنشرهن أنا أشتي من النساء من الآن وطالع حكاية والله العظيم أنهم كلموني يا رجال أقسم بالله يا ناس أنه كلموني أن الإنسان اليمني بيصير بتلفونه تلفونه تلفونه على ما هو بيصير يسلمون صاحب المحل يقول له نزل لي البرامج نزل لي البرامج أنتم فاهمين الفكرة يعني الرجال ينزل بحقه الإيميل البرامج وأي مراسل لا توصل الله عنده الإيميل وأننا طلبنا الله شعب متعلم ما هو داري بالأب ستور ولا هو داري بالإسمه بالحق الأندرويد ستور ما هو دارين علشان كذا يا مبرمجين أنافدوا أماتكم ادوا الخطوات على خطوة 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 وكيف تنزل البرنامج وكيف أنافدوا أماتكم اشتغلوا على هذا الموضوع الله يرحم والديكم هذا موضوع أهم بكثير حاجة هامة الحاجة الأولة ليش قتل عبد الله ليش قتل عبد الله ما بتقول ليش أنهم قتلوا ندري ما هو وتعالوا اقتلوا السبعة ما يشتيشنا مش الآن هم بيقتلوا بيقتلوا بيضحوا فيهم هذا اللي هو الأول والثانية المبرمجين الكمبيوترات أنافدوا أماتكم نزلوا لي حكاية الفرمتة وتنزيل البرامج يعني بترتيب صح وانا نشرح ننافدوا أماتكم انتبهوا معانا نسوان ماش قارعات ولا كاتبات لكن لو علمتها على خطوة خطوة بفيديو صغير بكتابي بقى يستفيدوا الناس كثير منك يا أخي بقى تسلم أسر بقى تسلم يعني بقى تمنع حاجة بقى تمنع بلاوي الذي يعرفونا كثير جدا والله بس ما بنقدرش نقول الذي يقدروا يواصلوا عبدالل المصمر يواصلوه لأن الحاجات بتخرج بعدين على العموم والله العظيم أنا القاهر بقلبي مليان المبرمجين أرجوكم المبرمجين أخوتي المبرمجين الذي يعرفو والبدري ما هو الله يرحم والديكم نزلوا لي شرح تفصيلي تفصيلي كامل بالصورة وانتوا دخل من بداية الستين الذي هو الإعدادات إلى بداية كذا نزلوها شرح تفصيلي بعدها ننشرها للناس للبنات للنساء للعاميات لكذا الحاجة الثانية ما أطالبش بقتلهم ما أشتش قتلهم أنا أشتعرف من بدأهم من وراهم لم يا والله ما قريت لم يا صح ما قريش حقش لكن تمام ولا يهمش ملاحظات أشتر السرياء أنا ولا بالخاص على طول ولا يهمش المهم هذا هو الحاجتين الذي أشتها منكم والله أحفظكم يا شباب لا ما أطالبوا ما أطالبوا أشتقولوا له قتلوهم لا 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 ما أشتش قتلوهم أشتقولوا له من وراهم بس من وراهم من المتفدين التجار المسؤولين الكذا الضباط طلع بالأخير لا حد الآن عادنا بين أبحث لا حد الآن عادنا بين أبحث هل العامري أخو أبو النظارات العامري الذي ما ظهرش بالتحقيقات ولا لا أنا لا حد الآن بين أبحث قزي ولد عمه إذا طلع أنه ولد عمه فالمستشفى متورطة من رأسها إلى أخمص قدميها على قولتهم أنا معرفش صنعه الحصبة مدري وين والدنيا مدري وين وساروا على مسافة مدري وين عشان يسعفوا الرجال لا داخل يوني ماكس أشتيا نعرف أنا أشتيا العرف هل هو ولد عمه صحيح في واحد صديق وقسما بالله مقرب قل أنه ولد عمه ولكن لازلت الشي تأكد من داخل صنعه الشي تأكد هل يوني ماكس متورطة وليش الدفاع من قناة الساحات على يوني ماكس ليش راحوا المذيعين والمصورين والدنيا ومشلوا أخو القتيل أنا مش عارف ليش راح أخو القتيل لا داخل يوني ماكس ليش راح أخو القتيل لا داخل يوني ماكس وفور على قولة الإنجليزي ليش ليش بزوا معهم يشهد أنه يقول لهم ما اسمه أخي أنهم الذي قبضوا عليه أصحاب يوني ماكس الضباط فيها أسئلة كثيرة جدا بس أصحاب صنعه أنا فدو أماتيكم أصحاب تعز الذي تعرفوا إذا كان العامري هو ابن عم العامري الذي قتل صاحب الثوبة الأبيض اثبتوا لي هذا اثبات بس وها احلقوا اللحيا هذه بحذيتكم عزكم الله إذا ما لعنت أم المستشفى من فوقها لا تحتاج يا جماعة الخير أنا مطلبي أكبر من الذي بتتخيلوه أقسم بعزة جلال الله مطلبي من وراءهم من من ما تقولوا ليش اعدموهم ماذا سهل هم سبعاً فارو وقتلوهم انتهى الموضوع أقول لك والله ولد عمه لهم فيديو آخر لهم فيديو آخر بوجهي هذا بالتفصيل لأننا تابعت المقابلة حقهم وتابعت بعدين أيش الذي تكلموا وانا بوجهي للمستشفى لا رأسها فيديو آخر السلام عليكم المبرمجين أنا في دوماتيكم عشان ما ننساش المبرمجين نزلوا لي شرح تفصيلي كيف واحد يفرمت لا 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 اسمها التلفون كيف واحد تعلموا النساء الذي ما هنش داريات كل بتكون بانتهاء تقرأ لها تقول لها سوي هكذا يا أمه سوي هكذا يختي سوي هكذا أنا اشتي هذور المبرمجين الفرمتة بعد الفرمتة هذا كيف ينزلين البرامج ما يحتاج ينشل محلات ما يحتاج ينشل محلات لو اشتغلتم انتم صح ما بيحتاج ينشل محلات اشتغلوا على الموضوع صح أبوس رؤوسكم افهموا ما اشتشنا السبعة هذور السلام عليكم